يعني حقيقة رسالة وبيان الإمام السستاني دقيق جدا في مضامينه والمضامين عديدة فيه أنا أعتقد ويذهب إلى هذا الرأي الكثيرين من هذا الخط عندما قال الإمام السستاني دعم الأخوة في لبنان بالمواد الغذائية والمواد الطبية وغيرها اندل على شيء إنما يدل على أن الأخوة في حزب الله لا تنقصهم الرجال لمواجهة هذا الكيان الغاصب في حالة كان هناك ضرورة لوجود مقاتلين على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين ستكون هذه إشارة واضحة وسيكون التدخل مباشر أبدا فتوى الجهاد الكفائي كما تعلمها حضرتك ويعلمها الجميع كانت فتوى بتفصيلها إذا كان هناك عشرة آلاف يحققون النصر فهذا كافي وإذا كان هناك عشرين وإذا كان هناك ثلاثين إلى أن يتحقق النصر فهي مفتوحة القضية الآن تختلف القضية أنه رجالات حزب الله في الميدان قادرين على إدارة هذه المعركة ويحتاجون دعم هذا الدعم ليس بالضرورة أن يكون وجود رجالات من غير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية أنت تعلم جيدا أنه أساليب الحرب أيضا اختلفت كثيرا عن فتوى الجهاد الكفائي فتوى الجهاد الكفائي كان هناك وجود لداعش على الأراضي العراقية واستباحة لهذه الأراضي الآن المعركة اختلفت من حيث الآليات وحيث الطريقة هناك قصف للكيان الغاصب من العراق ومن اليمن ومن سوريا ومن لبنان من كل هذه الجهات يعني تفاصيل الأسلحة وتفاصيل المعركة اختلفت فلا أعتقد أنه إذا أحتاج الأخوة في لبنان إلى رجالات لن يتأخر العراقيين وغير العراقيين على تلبية هذا النداء وسيكون صفا في صف واحد كتف على كتف مع الأخوة في حزب الله اشتركوا في القناة